كيف نقيس جودة الهواء يا مهندس علي؟ وهل هذا متاح للناس؟ أنا أعرف أن عندكم ألوان تقيس أخضر وأحمار وكذا صحيح؟ نعم وفق الممارسات العالمية هناك مؤشر لجودة الهواء يستخدم يقوم المركز اليوم من خلال شبكة رصد متكاملة وانتشرة في كل مناطق المملكة وهذه أحدى مبادرات التحول الوطني المركز لديه سابقا تسعين محطة ثمانين محطة ثابتة وعشرة متنقلة ضمن برامج الرؤية والتحول الوطني هناك مبادرة لتوسيع هذه الشبكة وصلنا اليوم إلى تركيب أكثر من ميتين وأربعين محطة حول المملكة العربية السعودية وش أنقى مدينة عندنا في الهواء؟ بكل تأكيد اليوم المناطق اللي بعيدة عن المدن الكبيرة هي أكثر نقاء بسبب طبعا التأثيرات تكون أقل يعني المهندس علي وانت الرئيس تنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الإتزام البيئي تقول أنه جودة هوائكم يا مسكان السعودية أنقى كلما ابتعد عن المناطق المزدحمة مثل خلنا نقول الرياض والجدة والشرقية اللي فيها سيارات و اللي فيها مصانع و اللي فيها فكلما ذهبت إلى مدن الأطراف أو المدن الريفية أو اللي على أطراف المملكة يكون جودة الهواء نقي أنقى من هذه المدينة هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام صحيح لكن لا يعني اليوم أن الرياض تعتبر متلوثة بالعكس هي من المناطق المتوافقة مع المعايير البيئيين في حال رصدنا اليوم لأي تجاوزات نبحث عن المتسبب و نعمل معه على معالجتها و التزامه بالنظام البيئي مهان